بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً مرحباً بكم مكسود أستاذ رشيد غاني محامي بحائس دار البيضاء كنو في هذا الميلف على المشغلة والزوج ديالها اللي في الميلف ما يعرف بكنزة بداية بداية احتراماً من موكلتي وموكلي للرأي العام ولجميع المتتبعين جميع المتتبعين وسائل التواصل الاجتماعي اللي مهتمة بهذا الموضوع لذلك ارتأت بأننا بأننا تخرج توضح الرأي العام من جانبها من الشق المتعلق بها حتى يكون الرأي العام على بينا لأنها كانت مجموعة من المغالطات بين القوسين نقول لكم بأن ذلك شيء أكثر فيها على الصحة بينا بشكل كبير وعلى ولداتها على زوجها لذلك ما قدراش بأنها تخرج لذلك إذن تكلفت لكي نوب عليها أمام القوسين بداية فهي تتأكد بأن هناك كنوحة العلاقة شغلية مع السيدة كنزة قدرت تقريبا منتصف شهر واحد إلى يوم خروج السيدة كنزة بالنسبة لأول أمر نوضح الأجراء بأنها كانت أجراء 3.000 درهم ليست أجراء 1.500 درهم ليست أجراء 1.500 درهم لأنها كانت تابس واحد الشهر بأنها أخذت الأم شيك 3.000 درهم قالت بأنها صرفت أحداث 1.000 درهم غير مسؤولة عليها أو الزوجية لأنها كانت تقريبا 1.000 درهم ليست أجراء فعلانا كانت أجراء 1.500 درهم وقالت بأنها 1.500 درهم لأنها كانت الزوجية المشغلة أعطيتها وقالت أجراء 500 درهم إذا أعتقدت أن الشيك في 1.000 درهم زائد 500 درهم أعتقدت أن الأجراء 2500 درهم في حين أن الشهر يكون 3.500 درهم وشيك 3.000 درهم وصولات كل شهر بقيمة 1.500 درهم وقالت يقال وقالت 1.500 درهم وقالت هذا وقالت أن 2.500 درهم لقد أعتقد عائلة 3.000 درهم هذا يبدو أجراء المشغلة بسبب المشغلة ومتفهمة وقالت تمام وقالت قال بأنني حيداتني أنا من طريق وحيدث واحد السيد أخر ربما يقصد الشقيق دياله حيدثه من طريق إذن المشكل الذي كان بدرجة أولى هو مشكل مادي تشكت لها السيدة بأن فلوسي رغي يأخذهم لها هي فين خلات لها بأنها 7000 درم كاسبين هما 1500 كانت سيفتها لعائلة ديالها هو مني قال لك حيداتني من طريق ما عرفتنا مصلاحة ديالك أنت شنو بغيتي إلش هتحيدك من طريق إذن كان شي حاجة لش حيداتك وبالنسبة للشقيق ديالته كنت أقول بأنني حيداته من طريق ربما كان شي حاجة يعني كان واحد السبب منه كنت أقول حيداتني إذن كان شي ممارسات أو شي فعل كانت واحد العلاقة اللي ماشي إياديك وما أخذت شي المبادرة من عندها بالنسبة للمشغيلة كنت أقول بأنني أخذي سيدة كنزة قلت يا أنا عائتي غير قليل فلوسي قلت أنا أمدي لك واحد محل نعطيه مهمة 1500 درهم قلت أنت عندك 1500 درهم قلت يا مزيان بقيت إلى يومين هذا هذا فيما يتعلق بالأجراء سمعنا واحد من نقطة بأنها كانت محتاجة وكانت تسد عليها وليس تخرج قلت بأنها مع مرة خرجت مسألة سهلة مجرد الإطلاع على طبيعة الساكان فهو الساكان في طبق سفلي وإذا حدرنا الساكان المصوري الذي كان سهد المدنة قلت لك بشكل ما هذا أنا أعرف هذا الساكان لأنني أعلم معرفة بهم طبيعة طبيعة فهو الساكان لا يمكن أن تسمح الموكلة بأنهم تطالوا على الساكان لا يمكن أن يكون مانياء جدا ونحب أن يكون موصلة ونحب أن ترى حكمه وكيف يكون حجزة لا يمكن أن يكون مرة لأنه هو نوافيد كوليس لا يمكن أن يكون حقاً ثابت ثابت أي جدا لا يمكن أن يكون فتح الشرجم الحظم فتح الشجم و الحق المكان هناك قد حصل الأغانات وحفظ الزجم 28 وكانت تتبادل المكان مع الطفل المشغلة كانت لديهم حال بحال وفي هذا المكان لا يوجد بلاسة في التصم كل المكان مفروش ومباشرة من هذا الباكو عندنا قريبا 1.5 أو 1.5 أو 1.30 ممكن تلقرس في الزنقة وحسن نشار سمعنا بأن الحويج تسطنه بالليل وعندما يتنشر فإن تشارت الزنقة لا يتنشر في الزنقة ويأكدون أنهم قبل أن يدخلوا الزنقة ويقعون أن الناس كلهم منعشرين لبرا كذلك كما يفيد عند مشغلة كانت تكسع في الملابيس كانت تبسهم كانت 3 مرات في شدة صلسية فمرة ومن المسجد كانت تلابسة لباس قد يوجد منزل المملكة لأنها أفضل وكذلك استطيع تم تجلبت السوق هذه الصورة تقوم بإذنك ولكي التي تقوم بإذنك تقوم بإذنك أذنك أطبق من وحد بإذنك بالنسبة للخروج ، افادتني موكلتي بأن يوم الأحد كان يوم لها كانت لبرا عند يوم الأحد ديالك تخرج كيف مدغت وكما يفيد بأن خرجته تفضعت خلالت ملابس، خلالت أشياء أخرى وبقى حسن إشهار هذه الأماكن اللي شرعت منهم ما زالت باقيين كينين بالصدفة بأن رقعتهم باقيين كينين في المنزل اللي كانت في المنصورية إذاً، نريد أن نضع على المسألة الحجاز فهي مستحيلة بناء على غير هذه المعاينة الأولية أو غير هذه الملاحظات هذه الملاحظات من الإنسان عادي سيلاحظ بطبيعة السكان سيشوف أشل الإشراس بأن ملابس ديالها حيث الثلاثة يتقوم بمكسبة في ملابس ثلاثين كذلك كين يصور مجموعة من الصور في المنزل المشغيلة كيف يخص السيدة كينزة بأنهم يرأي المشغيلة كين بأنهم يخرجون المطاعم مطاعم فخما خرجز ونفس الكنسوماتيون تلقى عند المشغيلة وعند ذو جيدة تلقى عند سيد العاملة وكذلك تجد حركة رقص معهم كما يبدو أن الزوج في حركة رقص مع ابنه كل شيء يوجد فيديوه تسجلون بالصدفة وكذلك فيديو تسجلون بالصدفة التي توجد سيدة المشغلة ورفقة عاملة من جنوب إفريقيا ورفقة عاملة الأنيسة كنزة ورفقة عاملة الأنت تظناء من أجل قراءة و كذلك تظناء جو مريح وكذلك لأجل جو مريح وكذلك تظناء جنوب إفريقيا وكذلك تظناء جنوب إفريقيا وكذلك سنطرف بأنها تأخير والاحتجاز هذه هي مسألة غير واردة لأنني من خلال الوطائق لتوصلت بهم من عند مؤكري ومن خلال ما أعرفتها في السكن ومن خلال تصريحات التي كانوا قالوا بعض العائلة من السيدة كنزة يقول لك بأنها ستعرفها الجيران إذن ستعرفها من الحانوت إذن ستعرف المقابل الصخرة من الحانوت ستعرفها سيدة كنزة وهي ستعرف يومياً ومع ذلك ستعرف المشغلة ستعرف المعدل ثلاثة مرات ستعرف المنهار هذا المسهل ومن خلال أن تكون هذه الدرق تكون صعبة في الخروج في أي وقت ومن خلال أنها ستعرف المعدل ومن خلال أن تكون درقات النار ستعرفها ومن خلال أنها غير والد فالنقطة تتعلق بالصفة ومن خلال أنها تكون مقابلية تحقيق وأنها تتعرف موضوع ومالي تبعت وتمعنت في بعض ما صرحت به الوالدة عني سكنزا قالك بأننا سنعنا من عند ملحانوس قلت فيه سمعت ولكن لم يكن أحد يتبقى بأنه قد يتبقى فالزوج يتبقى بأنه يسوفر على شخص ملتاحي كان يجب أن يتبقى نصنعه كما نعرف الطبيعة عسكرية إنسان يكون بالمحتاجين من المينه لم يكن أحد يرى قد يراف بسبب القارس لم يكن أحد يرى سيارة وعند يرى براجة القلع أو يرى براجة القضاء إذن لم يكن إرسال قصة تقصد بالإرسال بعض المغاربة العطف لأنه ي sixth نقطة لديهم هذه الأمور لتعطفهم عام قالوا أرى نقولوا راكين كولونير وكين قادية تحقيق ولكن زمحلي غالي نقاطعك أستاذ بأن كما كان قولوا تعطفهم مع المغاربة ولكن هي خرجت من هذه الدرب بأنها مضربة كي قولوا أنا تمت تعرضت الاعتداء بأنها مضربة في الجاسة دياله مرسلة للدين مضربة فال دهر دياله في وجه دياله مهرز حاولت بخصوص الدرب فهو ملف معروض ملف معروض أمام طيب الشرعي وموضوع ديال البحث بالنسبة لي كين أمور كين شهود اللي كي أكدوا بأن حنا سمعنا بأن الضرب قديم هذه مسائل سمعت بأن الضرب قديم بل عكس الأكثر ديالة المشغيلة عندي كان عنده شهود الموكي لسين عنده شهود اللي كي أكدوا كانوا تتحاولوا كانوا تتحاولوا مع السيلة عنده سالات شهود اللي كانوا سولوا مشغيلة كانوا تتحاولوا على شهر أبريل و شهر مارس و سولوها على هذه الإصابات اللي عندها جوابات بواحد الإسم خليه سمعنا بأنه قلب بعض الوسائد كانت تحفظ بأنني ملغوش هذك الإسم هذك نخليه البحث هو اللي غديبيين هذ النقطة ما نحرقوش المراحيل و نتصارموا الحدود و الخطوة الحمراء اللي متعلقة بالبحث إذن بالنسبة للنقطة كنزم لكم بأن موكلتي عند ما يثبت بأن هذك الإصابات اللي سمعنا في وسائل التواصل الشمائي أنا ما زال ما عدناش تقرير ذي الطبيب ما عدناش في محاضر الضابط القضائي لكي نحضره في هذه المقطة إذن بالنسبة للوسائد أو وسائل النفي فهي مخوّل الضابط القضائي و كل طرف سيكون لدي بما يفيد إذن ما ينكش نتكلم في هذه المقطة لأن هناك شهود لا نستطيع التصار بالنسبة لكي نقول الدربة الأنف أو هذا يقول بأنها قديمة عندها ورد أخها أولا كان دربة الأنف ما تحتاجت لديهم هذا ما يسمعنا ولكن لا نستطيع أن أتأكد لأنها قلت لك نقطة تتعلق بها حيث هي تجوارة الميل حيث هي التي تكشف حيث هي تخمين شخص آخر بقي أجنبي لها نحن في إطار تخمينات وفي إطار الصور وفي إطار مثلا نرى السلوك من خلال كل الطرف ومن خلال التبع ومن خلال ومن خلال البحث يستطيع أن يفاجئ ويجب أن يكون هناك طرف الخارج من الدائرة كنت تقول بأن المشغيلة قالت قالت ناس بأن الأخ يضربها لكن يكون متأكد بأن البحث يجب أن تكون تأكد بأن تأكد بأن تأكد بأن تنظروا من هذه الأنقود كنت تقول البنية تتعرضت لتنظر لأن المشغيلة لم تكن ضربتها ومع لم تكن تقريبا ما تخرج بدل الإعلان؟ شكرا لأن هذه النقطة التي تواقف عليها الدافع سوف أعجبكم وبصراحة لأن أنا لديها نقطة لأن تقنعني لأن تقنعني في هذه النقطة كان الاتصال مع العائلة السيدة في مراكش تصلت بهم تقريبا في الوقت تقنية 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 مجرد لأن مجرد تقنية أن تقنية 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 الموضوع للتصال لأن أتمنى أن أن أخذ هذا و أن تقنية تقنية الأخوة لأن لأنني أجد الأخصي لك عندما أجدت العقلة دراسية لم أتكمل معي، سأريد أن أجدها لأنني أجدها كان هناك حوار طويل لأنني أجدها لأنني أجدها لأنني أجدها لأنني أجدها لأنني سمعت ثم تقول أن تعطف مميزة لأنني أجدت المخلص هناك لأنني أجد أن تستطيع أن تشبباً لأنني أجدها لأنك أجدها مرحباً لأنني أجدت المعرفة لأنني أجدت المسفح كنت تشبباً على مما خروج إذا لم أقرأت بأنها تخرج، ستخرج وعارفة مني تخرج إذن بالنسبة للخروج لا يوجد مشكلة الدافع هو بأنها كانت تشبت بالشفقة معها والتي السيدة من اللي سوف يمشي تقريباً أولى لقاءة صحفية التي كانت مصورة أمان ومحطة فلا كانت تقول بأن المشغلة دربتني لا كانت هذا كلام كانت بداية غير كانت وقع لها مشكلة مع السيدة من لا أحد السيد عن العائلة لهم؟ قالت بأن تتصل للناس من المراكش فأنا قالت بالحقيقة والناس يدهي في المراكش فأني ستعرف الحقيقة ويقولون أنها كانت لدي الشريفون والناس المراكش ستعرفون الحقيقة خالت من المراكش فأني ستعرف السيد والأمر السيد ويقرأت أن أخطان أنت محسوب على لها أنا هذا هو اللي أنا سجلت والناس السيد إذن هناك شخص الذي أخذ هذه المسؤولية وذلك إتصال مع شخص آخر، لم أعرفنا كيف حول هذا الاتصال وماذا كان فيه، وقد أخذوا قرار بأن هافين يمشيوا و هافين يمشيوا إذن كان شخص الذي يدبر هذه المسائلة عن حسنية أو سؤنية أو باتفاق أو حقيقة كان يخرجوا من عند العاملة، هذا كل شيء سيكون من خلال مجرية البحث من خلال الإنسان الذي تصنفنا بذكاء و تبعنا، كيف يبدأ لك بأن السيدة قبل أن تنطقتين الناس الذين تكلفوا بأن هافين يمشيوا حاجة المصيدة حسنًا قلت لك بأن المستشفى مريعة بطلوم قد موشنا إسعافات، مستحيل بأن المستشفى عمومي ومن قد موش لك إسعافات، إذا كان مازال كيف يبنع لك بأنه كان جهش جديد هذا يؤكد، يؤكد بأنه لم يكن شيء جديد، لم يكن شيء جديد، لم يكن شيء جديد في هذه الساعة كنا نرى صور بأنها كانت دم كي أكثر من اللودن ديالها، وصور الخروج لم يكن شيء أكثر إذا لم يكن شيء أكثر هي لولا، ومن وراءها أكثر من صور أو كي يكسبوا العرفة من غير مغاربا، أكثر من دم في هذه الصورة إذا رجعتم مع الإخوان كاملين لهذه النقطة، سألقوا بأنه كان هناك فيديوهات في نص النهار أمام المحطة، واحد فيه دم، واحد لا يوجد دم إذا كبيرنا بأنه لم يكن شيء جديد، لم يكن شيء جديد سألتك كلمة لكي نختم بها؟ كلمة لكي نتقيق في العدلة، العدلة تتخذ المجرى ديالها، بإسم موكيلة دي رفاية، كتشكور جميع المنابر، وكتقول لك أن أسامح الجميع التي سبني، التي قدر كانوا ديكمونتر لزويني، التي فرحوها، يقول لك أن نتمنى أن أفتح بحث في الموضوع، يقول لك أن نتمنى أن العدلة تتخذ المجرى ديالها، وكتل كيني الناس اللي سبوني، كيني طالبوني الإعدام، وكيني غير مدانة، بشي حكم، كيني إدعاء؟ هذه الإدعاءات الضبيطة القضائية، ما زال تتأكد من الصحة ومن العدم ديالها، ما زال يكون هي بحث معها مجرد بحث، تقدر تكون في موضع الشباه، تقدر تكون خارج الموضع الشباه، مسألة عادية بأنني كنا نكون في الدائرة ديال البحث، مسألة عادية كنا نكون في الدائرة ديال البحث، سبال الحقيقة، تقدر تغيثت شيء أذب لأنك يهمني وكيهم الأسرة ديالي وليداتي، لأن أحدهم سمعنا بعض الشجارات، وخرجوتهم، ومعاوضة القضاء هي المشاكية فيهم، وهدروا على أساس بأنهم شيء هوما دوق الأشخاص، لذلك، هذه النقاط خرين من ميلوش، من ميلوش، لنسمعنا أيضا الطرف الآخر، وأحسن حاجة بأننا نتسنى ونرى البحث، أشنو غالي يقول؟ البحث أكيد بأنه غالي يقول كلمة للحقيقة، ستبال بناءًا على التصريحات، بناءًا على الأمور التقنية، ستبال الحقيقة أشنو كي؟ بناءًا على التقرير الطيب بي، لأنه ستكون منساجمة، لإدعاءات المشاكية، منساجمة مع التقرير الطيب بي، منساجمة مع ما يسفر عنه البحث، سيكون نسي جمع بين الثلاثة عناصر، شكراً، 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 لا تنسوا تزورنا على صفحة رسمية للا مولاتي، واتضغطوا على سبسكرايب، لكي توصلوا بكل جديد،